بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف التاسع نقوم اليوم بشرح مبسط لدرس اسم المفعول ولكن ما هو اسم المفعول؟ اسم المفعول هو وصف مشتق للدلالة على الحدث ومن وقع عليه ولكن ما معنى مشتق؟ مشتق أي له أصل ينسب إليه فلو قلنا مثلا كلمة علما يمكن أن نأتي منها بعالم ومعلوم وعليم وعلام فكلها مشتقة من الفعل علما وهذا معنى مشتق طيب كيف يصاغ أو كيف يشتق اسم المفعول من الفعل؟ الثلاثي وغير الثلاثي من الثلاثي يكون على وزن مفعول فكتب مكتوب، فهم مفهوم، وعد موعود، صام مصوم، قام مقوم، قضى مقضي، دعى مدعو، عدى معدود، وكلها على وزن مفعول ولكن لماذا قلنا مقضي، ولم نكن مقضو، ولماذا قلنا مدعو، ولم نكن مدعي؟ لأن قضى المضارع منها يقضي، فإذا الأصل فيها ياء، فلذلك قلنا مقضي، ودعى المضارع منها يدعو، فالأصل في الألف هو الواو، فلذلك قلنا مدعو، فكلها على وزن مفعول طيب، كيف يصاغ اسم المفعول من غير الثلاثي؟ على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وفتح ما قبل الحرف الأخير فكلمة انتصر تكون منتصر بفتح الصاد، اقترب مقترب، استنتج مستنتج، تفاهم متفاهم، وهكذا ولابد هنا من الضبط، فإذا لابد من ضم الميم وفتح ما قبل آخره، لأن اسم الفاعل نفس الوزن، ولكن بضم الميم وكسر ما قبل الآخر، فلو كنا انتصر اسم الفاعل منها منتصر بكسر الصاد، واسم المفعول منها منتصر كما مبين لكم في الشكل اقترب اسم الفاعل منها مقترب بكسر الراء، واسم المفعول منها مقترب، فإذا لابد من ضبط الميم وضبط الحرف قبل الأخير كيف يأتي السؤال في الاختبار؟ السؤال في الاختبار يأتي بهذا الشكل، استخرج اسم مفعول وبين فعله، فيأتي اسم المفعول في وسط جملة وتستخرجه وتبين فعله إذا كان فعلا ثلاثيا أم فعلا غير ثلاثي، فلو قلت مثلا على سبيل المثال قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أين اسم المفعول؟ اسم المفعول هناك كلمة مرجو على وزني، مفعول مرجو، مفعول الفعل منها رجى، فرجى مرجو، دعى مدعو أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواجب في صفحة 102 النشاط الأول أرجو من جميع الطلبة والطالبات التفاعل حتى يتسنى لكم ولي إكمال هذا المنهج بطريقة التعلم عن بعد حتى يسر الله أمورنا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته